تفضل. شكرا. اه هو نحب نعطي مثال هو كيبدا انسان مثلا عنده قريبه مريض. عنده مرض. بتبعه الانسان هدا بشيبدا يتمنى له شفاء. وبشيبدا يطلب الرب بشيشفه. وبشيبدا يقول للعبد هدا عنده ارادة كبيرة انه العبد يشفه. لكن هدا لا يكفي ربش العبد الاخر يبرك. يلزمه وطبيه بيداويه. احنا هدا هو. شعارات موافقينها الناس كلنا. نحب السيدة الوطنية ونحبوا يعني الاقتصاد ودور الاجتماعي للدولة ونحبوا الخدامة تخدم والادارة الدور معناها في معناها السرعة القصوة وانتاحها ولكن المشكلة الكل فيه كيفاش كيفاش مش تصير هدا الكل. هذا هو الاشكال الكبير اللي تعيشه تونس اليوم. في انه لا يكفي ان تكون فما ارادة مش نجمو نخلطوا الاهداف لنحبوها. ما هي الارادة? نبدأ من مسألة الدور الاجتماعي للدولة. الدولة مش كون عندها دور الاجتماعي. ما تكون عندها امكانيات. لانه اليوم مش مش كنت نحنا. كي نمشي والمعهد الثانوية ولا نكاتب. نلقاو معناها البنية التحتية رثة. نلقاو انه الفضاءات اللي معدة للتدريس ناقصة. نلقاو انه المعهد ما ينجرمش يسمح الروحو انه يعمل قاعة للمراجعة. ما ينجرمش يوفر يعني الهياكل والمعناها لغنسوق شمان باش في وقت السويع اللي يرتاحوا فيهم التلمدة ولا يسعى يسير آآ 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 عقابهم مثلا للغير ذلك كالروتونيوه بل كنت عنا روتونيوه كل. يقعد يلاجع التلميذ ميمشيش يخرج لبرية كيف المحضورات وإلا يخالط ناس من خارج إلى غير ذلك. معناها تواك ينبدايونا حكيه وندخلوا شوية في الصحة الاساسية. شو مشكلة نحنا. انا عنا احنا قريب نعبد نعرفوه. عنده عملية على قلب مفتوح. عنده عام واربع شهور تو يستنى في العملي قالوا له كانت تتحرك تعمل جالية من هنا الغدية لك تمشي عنده عام واربع شهور قاعة تقريبا ما يتحركش يعني عليش عام واربع شهور لانه ناقصين امكانيات يعني كلمة الدول الاجتماعي كلمة مهمة ومفصلية ولكن ما تنجم تكون كان سياسات اقتصادية ناجزة وفيها بعد معناها استشرافي وفيها نظرة معناها نظرة معناها مراكزة كيفاش نخل الثروة اليوم دولة انتعنا الاشكالية انتعها الاساسية كيفاش نخلق الثروة مش نجمو نوزعوها بشكل عادل مدامنا مناش قادرين بش نخلقوها الثروة هذي راوا بش نقعدوا دايق امان نقتسمو الفقر اللي احنا عايشين فيه به كيفاش نخلقو الثروة توا يزينا نخرجوا من اللي براديجم منتعها سنوات ستين باهي السنوات ستين صاروا فيهم حاجات كبيرة في تونس بناء الدولة يعني الوطنية وبناء الانفرستركتور اللي اعطاتنا هكي المدارس اللي خلتنا نستقرأ والصحة العمومية هذا باهي لكن اليوم الثروة تتخلق في اطور جديدة تتخلق لانه اليوم الناس ما يباع وما يشترى هي مسائل معناها في جزء كبير منها اصبحت مسائل افتراضية برمجيات وإلا تكنولوجيا التكنولوجيا قاعدة تتطور يعني اليوم هالمسائل هذهم اللي احنا عنا راوا المكونات عنا المقاومات عنا المدرسة انتاعنا العمومية والخاصة قاعدة تخرج في من معناها في من احسن تراز وقاعدة تخرج في طبها من احسن تراز وبالتالي الامكانية انتاع خلق هالمناخ الجديدة هذية ممكنة المشكلة الاشنوة بالنسبة لدولة اجتماعي للدولة هو انه دولة تنكب انها من ناحية تخرج من منطق اليوم ثقافة التواكل احنا قاعدين نشوف وتوا بالعكس قاعدين نبنيو في ثقافة التواكل كنشوفوا احنا مثلا انه مؤخرا الشركات الاهلية هذية المشروع الجديد اللي قاعدين ننتظروا في نتائجه يقع معناها قرار انه ندعموا الناس اللي يخدموا في شركة الاهلية بامتيازات يعني شكونا قاعدين نحكيوه بمنطق يعني وانه المشروع يزمو يكون كومبيتيتيف ويكون عنده قدرة على اكتساح المغشي يعني بعاد برشة على المنطق هذية وبالتالي اليوم يظهر لي الكلام هذا مع الاسف قاعد يتردد تقريبا طوال خمسة سنين الدول الاجتماعي للدولة وكلوة لكن مع الاسف لا انا ملايش بشراو اذا كان تواصلت السياسات العامة في الدولة وخاصة السياسات الاقتصادية بالشكل هذا سوف نبقى في هذا الوضع بالناحية الاخرى ثم حاجة ادخلين معناها لاحظتهم انا في اكل الفاصل اللي تحت على على الصفحة التعليقية في الجمهورية فما مسألت انه يلزم الادارة تختم ويلزم خاصة المسؤولين الكبار في الادارة يختم لكن هالمسؤولين هدوما اذا كان مع ثماش برنامج واضح فين بش نمشيو شنو يختموا بالظبط يعني سيروا سير العادي يزمو يكون السباح ويجي بكري ويلبس كرافات وحجم لحيته ويقعد دنهار كامل يتبع في الدوسيات مش هذي رأي الخدمة الخدمة يزم تكون فهمة استراتيجية معناها سلطة ما هيش قادرة بش تحط كل الهيكل انتاحها من الادارة من الوزراء إلى غير ذلك فيه انكاب واضح هاو الهدف الهدف هديك بش تتفرع على بعض على مستوى القطاعات بش تتفرع على مستوى يعني مثلا الجانب الاقتصادي بش تتفرع على الجانب الاجتماعي وكل واحد يبدأ عنده برنامج جاي من البرنامج العام هذيك على اساس انه ينفذوا يمشي فيه يولي منطقي انه نطالبوا من المسؤولين انهم هما يقدموا معناها الاضافة ووقت حتى المسؤول كيبدأ يعرف الكاب ينجم يبدع لانه انت انت عاطيني انه ابجيكتيف مش نخدم عليه والابجيكتيف هذيك نجم نقترحه عليك انا كمسؤول عندي خبرة ونعرف والدارة انا نقول لك لو هذي نجم نخلطولها بالطريقة هذي وننصحك هذي ابعد عام تولي فما انجيناميك انتع انجاز لكن اليوم هذا مش موجود اه هي يتفاضل مسيش بالنسبة التعويل على قدراتنا الذاتية كل شيء مربوط ببعض وكينا نربطوها هي ببعضها وقت تولي عنا قدرات ذاتية نولي ونعاولوا عليه الحد الآن اللي قاعدين نستهركوا فيه في بلاد ما هوش قاعدين ننتجو فيه وبالتالي باش نعاولوا على قدراتنا الذاتية يرزمنا وننتجو الثروة وبالنسبة المسألة السياسات الرئيسي ينتقد السياسات اللي عاشتها البلاد تقريبا منذ ستين سناء ولكن في الخمسة سنين اللي خلاني الرنى ما شفناش تغيير وبالتالي وكأنه هالتواصل هذا يدل انه فماش قطع صحيح ممكن فما قطع على مستوى شعرات ستين سناء يحكم في البلاد ما زالوا موجودين وهو رأوا انه الشباب اللي قاعد اليوم ينجم يكون هو طاقة نتاع انتاج ونتاع إبداع ما فماش الفضاءات اللازمة أو الكافية على الأقل انه يكون هو موتور نتاع ليكون ننومي ناسيونال وبالتالي قاعدنا في